ايها الكرام الأحبة في جوف الليل وعتمته اتخذ الكابنة السياسي والأمني والعسكري والإسرائيلي بقيادة نتنياهو وغالنت وبني جانس وهاليفي وغيرهم من رؤساء الموساد والشاباك وأجهزة القتل والإبادة قرارا بحضر شبكة الميادين الأعلامية في فلسطين المحتلة الشبكة كلها شاشة ومواقع إلكترونية ومنصات بلغاتها العربية والإسبانية والإنجليزية المعتمدة لعله إنجاز الأمن القومي الكبير الذي يبحث عنه الاحتلال في ظل انكساره الراهن المهين الأكبر أمام غزة الصمود والشموخ وقع القرار وزير اتصالاته وهو يرتجف ناشرا صورة الانتصار على الميادين بفخر واهم وزهو كالح يحسب كيان الاحتلال بهذا أنه يوجه رسالة تهديد متجددة للميادين مباشرة وعبرها ربما رسائل ترهيب لأعلام الأحرار أينما كانوا السادي هذا قاتل الأطفال لا يعرف ما هي الحرية ولا هوية الأحرار والأيام بيننا نحن الميادين لم نخفي يوما خيارنا الحاضنة فلسطين القضية والمدافعة عن شعب فلسطين الكرامة والعاشقة مقدسات فلسطين المسيحية والإسلامية نحن الميادين لم ننافق يوما إننا مع الإنسان في كل مكان ندعم مقاومة شعوب العالم أي احتلال في مقدمهم الشعب الفلسطيني والمظلوم المعتدى عليه في كل ثانية من زمنه الإنسانية السامي نحن الميادين في الوقت ذاته لم نعمل إلا بضمير مهني وحرفية صحفية كشبكة إعلامية تنقل الواقع كما هو بانتماء وطني وأفق أممي ننشد السلام الحقيقي للمغشوش نعانق التسامح الحضرية الجوهرية للشكلي نعاند من أجل كفاح أعلمي ملتزم لا لزيف صحفي ماء إمكاناتنا قليلة بلا بهرجة انتهازية نعم لا نخجل من هذا لكن مصدقية الميادين التاريخية والنظلية الأعلمية اليومية أرقت الاحتلال ونعيده بأننا لن نتوقف عملنا في فلسطين المحتلة أي في أرضنا بأمانة أعلمية شجاعة لم نتسول رخصة عمل ولم ننحني بدونية جبانة حضرنا من سلطات الاحتلال هو جزء من سياستها الدائمة في الاعتقال وكم الأفواه في مصادرة حرية الصحافة والتعبير المألوفة حتى وإن ادعت غير ذلك وقدمت لنفسها سورة استعرضية للديمقراطية الشكلية الباهتة وجهناها في الميدان باحتراف وتصميم تواجهنا في الساحات بالقمع والتحريض الميادين لن تتراجع أبداً عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله ومقاومة الشعب الفلسطيني كلها على أرض فلسطين كلها تغييبنا المادي والجسدي عن فلسطين المحتلة لا يفلح في تغييبنا عن الجماهير الفلسطينية والعالمية والدفاع عن قضاياها المحقة التائقة إلى التحرر والتحرير لن نتراجع أبداً عن إظهار حقيقة حرب الإبادة التي يشنه الاحتلال على غزة وشعب الجبارين لا يعرف الاحتلال وأبواقه في داخل فلسطين المحتلة وخارجها من المستزلمين قوم تبع أن الميادين ليست بناءاً ولا جدراناً ولا مكاتبة ولا كاميرات الميادين هي في العمق فكرة رؤية ثقافة خيار مشروع أعلمي عربي أممي إنساني متكامل اسمه الميادين لكنه يتجسل في مئات بالآلاف المشاريع الأعلمية في عالم الأحرار وقرات الدنيا كلها في عالمنا العربي والإسلامي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسن وحتى في الغرب كل منها يحمل اسماً مختلفاً لكن الرسالة واحدة مواجهة الظلم والهيمنة والاحتلال وتحقيق الكرامة والعدالة والاستقلال نحن الميادين جزء من هذا الكيان الأعلمي الأممي المشاع التحية والشكر والامتنان لكل من تضامن معنا بالكلمة والموقف والاتصال من أحرار العالم كله لا فقط من فلسطين الحبيبة ووطننا العربية العزيز الكبير زيتونتنا نمز فلسطين هذه لن يقتلعها أحد حتى لو أسكتون أو غيبون على الحياة وليس فقط على الميدان والفضاء لأنها هي الأصل ونحن الفرع نحن الميادين ثابتون وتجذرون اليوم راسخون باقون أليس شعارنا في الميادين غدنا يبدأ اليوم إنه كذلك بل ونضيف الآن غدنا يتجدد اليوم هذا بيان إعلام الخيار وليس ردا على قرار كيان الاحتضار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر